نبتدي نعمل قانون أحوال شخصية جديد لأنه قانون الأحوال الشخصية الموجود عندنا من 100 سنة عدى عليه عصور وتقدم واستحداثيات لا تناسب هذا العصر بيرد عليك يقول لك صعب قوي صعب قوي نعمل قانون جديد حضرتك أنا كنائبة أنا خدت ست بنود أهم ست بنود في قانون الأحوال الشخصية بطالب أنهم يتحققوا حقيقي أول واحد لما يجي الزوجة الجزي زواج مرة أخرى لابد من الزوجة الأولى أن تعلم بتوصيق الزوج الثاني عن طريق المحكمة أو المحكمة تختر الزوجة الأولى وتقول لها تعالي زوجك هيتزوج موافقة ولا لا موافقة خلاص يعني يجيب يسري عليها إجراءات الطلاق يعني أنت عايزة تقولي أنه لازم يشوف الزوجة قدامهم الزوجة لازم تكون موجودة أنه فيه زوجة ثانية توافق أو من حقوقها الإنساني أنها توافق أو ترفض ده حاجة الثانية حاجة الغاية الطلاق الغيابي ما ينفعش تبقى قاعدة في بيتها وهي في أسرتها كده وولادها ومرة واحدة بعد شهرين تلاقي أنها متطلقة غيابي أو مثلا بعد سنتين يكون في بلد عربي يدخل ويطلع وهي في الغاية الطلاق الغيابي يوسق برضه في المحكمة ويعلن الزوجة أنها بتطلق كي ترتب أمورها تاني حاجة الطلاق النفقة نطالب في هذا البند أنه هو أول ما المرأة تطلق يعني تحكم القاضي بنفقة مؤقتة فوق النفقة الطبيعية خلال 840 ساعة توصل لها لتجهيز أمورها مع أولادها حين ما يكون في قضايا أخرى للحضانة والمدارس والكلام ده تبتدي بقى تشوفها المحكمة وده قانون كمان في دول عربية بسم الله الرحمن الرحيم تكرم المرأة الأول وتديها نفقة فوق نفقة المتعة خلال 48 ساعة نفقة مؤقتة لكي منشوف أمور القصة أنت قلت ستات اللي بيتطلقوا بعد سن كبير المرأة اللي بلا مأوى تكون هي ربت أولادها وبعد عشرة سنين لما الرجل يقول أنه أنا مش مشتاح أنا مش سعيد أنا عايز أخلص حياتي وهطلقك وأنا عايز أطلق وهي تبقى قدت مدة الخدمة بتاعتها 30 سنة مثلا إحنا قلنا أوكي أنت عايز تطلق طلق ولكن لا تخرج من بيتها بيتها اللي هي شاركت فيه شاركتك في تربية أولادك في أنك تخليك تجبر في عملك وتساعدك وممكن تكون شاركت كمان في بناء البيت فده ما تخرجش من بيتها ويكون لها نفقة فوق النفقة بتاعتها بنسبة عشر سنين لو كان قاعد معها مثلا خمستاشر سنة لمدة مثلا سبع سنين تنفق لها نفقة شهرية بحد أدنى 2500 جنيه قاعدت عشرين سنة تعد يحسب لها عشر سنين نفقة عشر سنين نفقة ما هو لازم فريدي هي ما عاشها ما عندهاش معيش هتاكل وتشرب منين بأنا فهم